بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي أنم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال جزيلا جميلا دائما بدغام ملك الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله شهادتا تدخلنا دار الخلود اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرات عزيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه والذين اتبعوهم بعصا وعلينا وعلى مشايخنا وأساتذنا وعلى ذبينا وأحبابنا وسائر المؤمنين رب شرح لي صدري ويشر لي انبي وحلل وقدتا من لساني وفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الذي رب يسر ولا تعسر رب زدنا علما وحلما وفهما وعاقلا ودبا رب تم بالخير والسعادة والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق إنما الأعمال بالنيات والعقبة للمتقين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار طيب بعد ثم الحديث الخامس والستين بعد الميارة وهذا الحديث من باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث أم سلامتار رلي الله زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رضي الله عنه ورلاه ونفع نبي بالدارين قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني رضي الله عنه قال حدثنا الحجاج بن محمد رضي الله عنه قال قال ابن جريج رضي الله عنه أخبرني محمد بن يوسف رضي الله عنه أن أعطاء بن يسار رضي الله عنه أخبره أن أعطاء بن يسار أخبر محمد بن يوسف هكذا أخبر محمد بن يوسف لمن؟ لابن جريج أعطاء بن يسار أخبره بما هذا أنهما سلمت رضي الله عنها أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قاما إلى الصلاة وما تولأ جنبا مشويا مما قيل إنه من شعط جنبا مشويا من شعط وبه قال أحدثنا قطيبت رضي الله عنه قال أحدثنا ابن لهي عتا رضي الله عنه سليمان بن زياد رضي الله عنه عبد الله بن الحارز رضي الله عنه قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد شواء أو شواء بمعنى المشوي بالنار إذن عادتا يكون هذا الشواء كذلك جنب مشوي من شعط يعني جنب الشعط شقها وبه قال أحدثنا محمود بن غيلان رضي الله عنه قال أنبأنا وكيع رضي الله عنه قال حدثنا مسعر رضي الله عنه النبي سخرة رضي الله عنه جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله رضي الله عنه عن المغيرة بن الشعبة رضي الله عنه قال لفتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأوتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحزه فحز لي بها منه قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقس شفرة فقال ما له تربت يداه قال وكان شاربه قد وفا فقال له نقصه لك على سباك أو قصه على سباك نعم هذا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه هذه مغيرة بن شعبة رضي الله عنه تشرف آهل مليبار يعني تشرف آهل كالكوت بحضوره بكالكوت في زمن عمر بن الغطاب رضي الله عنه وعنده قرأت في بعد كتب تاريخ إذن جاء للدعوة حينما وجد آهل كالكوت وآهل الهند وآهل المليبار يدخلون في الإسلام فوجا فوجا رجع ما احتاج إلى حرب ولا قتال هناك في مدينة كالكوت تحي باسمه مغدى باسمه مغدار مغدار اسلوه مغيرة دار يعني دار المغيرة فإذن هو يقول لفت مع رسول الله عنه ما معناه لفت مع رسول الله عنه اي شرعه اختلف إذن ما معناه هو كان ضيفا مع رسول الله عنه علی رجل اخر كان ضيفا علی رجل أو كان مغيرة لفت لرسول الله عنه أعطى ليلة فأتي بجنب مشوي من شاط ثم أخذ الشفرة أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الشفرة يعني أخذ السكين العريض السكين العريض يمتهن بالعمل يقال له الشفرة إذن هو أخذ الشفرة فالجعال يحز يعني يقطع ثم بعد ذلك آية تعالي مغير رضي الله نقطعة لكن هنا حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ورد نهي خبر بمنع قطع اللحم بالسكين إبراهيم الباجري قال ولا يشكل على ذلك خبر لا تقطع اللحم بالسكين فإنه من وضع الأعاجم وانهشوه من حشي أنهشان يأخذ بأطراف الأسنان وانهشوه فإنه أهنأ وأمرأ قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكل هذا الخبر لماذا لقول أبي داود ليس بالقوي هذا حديث ليس بالقوي فإذن على التنزل ما هو الجواب على التسليم فعلى التنزل فأنه وارد في غير المشوي لو كان مشويا يقطع لو لم يكن مشويا فلا تقطع بالسكين أو محمول على ما إذا اتخذه عادة فإذن تقطع اللحم عادة منه ويمكن أن يقال النهشو محمول على النضيج والحز على غيره يعني لو كان لهم نضيجا جدا ينهش يسهل هذا النهش والأخذ باللسنان بأطراف اللسنان وإلا يقطع ثم يأكل وبذلك انبر البحق فقال أنه ينقطع اللحم بالسكين في اللحم تكامل نضجه هناك النهش نعم ثم بعده آجاء بلال مضي الله عنه يؤذن بالصلاة هذا آذن يؤذن بمعنى علم يعلم أما آذن يؤذن معنى نادا بالصلاة هذا المشدد خاص بعلام بالصلاة آذن يؤذن فهذا من آذن يؤذن بمعنى علم يعلم إذن علمه بحضور وقت الصلاة فألق الشفرطا فقال ما له تربت يداه ما له تربت يداه ما معنى هو هذا تربت يداه عصله آه 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 التساقه بالتراب آه التساقه بالتراب يعني التسقت يداه بالتراب آه لماذا تلتقس تلتسق بالتراب من شدة الفقر آه فإذن في عصل هذه الكلمة معناه دعاء بالفقر والشدة آه لكن آه هذا ليس مقصودا هنا آه عصل معناه ليس مقصودا والمقصود منه هنا الزجر عن ذلك لا حقيقة الدعاء عليه فإنه صلى الله عليه وسلم كريه منه إعلامه بالصلاة بحضرة الطعام والصلاة بحضرة طعام تتوق إليه النفس والصلاة بحضرة طعام تتوق إليه النفس مكروهة آه فإذا من هذه الللة آه إعلامه كريهه لذلك زجرا لهذا الإعلام زجرا معناه زجرا لتكرير هذا الإعلام يعني لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة طعام من تتوق النفس إليه لا يعلمه بالصلاة بل هو يصبر ثم بعد فراغه من الطعام يعلمه هذا هو الللة فإذن كريه زجراه من تكراره هذا معنا جيد مع ما في ذلك من إذاء المضيف إذن هينما أعلمه بالصلاة فيه إذاء للمضيف وكسر خاطره هذا هو الأليق بالسياق وقواعد الفقهائي نعم هكذا لكن هنا أذكر معناه آخر إذن عالي القاري أذكرها كعالي القاري هو قال وقيل قيامه كان للمبادرة إلى الطاعة والمسارعة إلى اللجابة يعني ألقى الشفرة فقال له تربت يداه آزم قام إلى الصلاة إذن هذا القيام كان للمبادرة إلى الطاعة والمسارعة إلى اللجابة ومعنى تربت يداه لله دره ما أحلاه لله دره ما أحلاه فإذن على وجه تستعمل هذه الكلمة تربت يداه لهذا المعنى آزم ثم قال وكان شاربه قد وفع فقال له أقصه لك على سواك إذن ما معنى هذا شارب من شاربه والشراح واختله ما هو مرج هذا اللمير هل هو إلى المغيرة أو إلى بلال ابن هجر حيتم رحمة الله عليه ذكر في شرحه كان شاربه أي بلال كان شارب بلال إذن من يقول هذا مغيرة رضي الله يقول إن شارب بلال قد وفع أي طال فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني حينما جاء معلما بعضور وقت الصلاة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شارب بلال طويل فماذا قال له فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لبلال أقصه لك على سواك أو قصه أنت على سواك ما معنى هذا يعني يضع تحت الشارب هذا السواك ثم يحز أنه ما طال عليه قد ورد حديث أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا طويل الشارب فدعى بسواك وشفرة فوضع السواك تحت شاربه ثم حزه اقا 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 فإذن كل هذا توالع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جز اللحم للمغير لماذا توالع منه صلى الله عليه وسلم وإظهار المحبة له ليتألفه لقرب اسلامه وحملا لغيره على أنه وإن جلت مرتبته مرتبته فلا تمنعه جلالته عمث لذلك لأصحابه بل لأصاغرهم هذا مغير كانت من كان من أصاغر الصحابة ثم ما هو الأفضل في الشارب هو قال وعلم أن الناس اختلفوا هل الأفضل حلق الشارب أو قصه قيل الأفضل حلقه لهديد به وقيل الأفضل القص وهو ما عليه الأكثر يعني قص الشارب هو الأفضل ليس الحلق بل رأى مالك رضي الله أن تيذيب الحالق يعني لو حلق أحد شاربه يؤدب زجرا من هذا الحلق يجب على القال تيذيبه نعم فإذن الأفضل يعني حز ليس قص الشارب ليس حلق الشارب نعم ثم هذا قص إلعانا حتى تبرز تلهر حمرت الشفط ظهورا بينا فقد ولا يزيد على ذلك ها 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 الذي يزيد عليه خلاف اللولاء أما حلق الشارب مكروه ثم وبه قال حدثنا واصل بن عبد الله رضي الله قال حدثنا محمد بن فليل رضي الله النبي حيان التيمير رضي الله النبي زرعة رضي الله النبي غريرة رضي الله قال وطي النبي صلى الله عليه وسلم بلاحم فروفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها ما هو الزراع الزراع هو من المرفق إلى أطراف الأسابع من المرفق إلى أطراف الأسابع هذا هو الزراع وقيل وزعم وزعم أنه الساعد يعني الساعد هو الزراع هذا الزعم ليس في محله ها كذا قال ابن هجر نعم الزراع أي الساعد قال قاله الحنفي هكذا قال ملاليين القارئ في جمع الوسائس ومخالف للعرف واللغة هذا التفسير يعني الزراع والساعد هذا التفسير مخالف للعرف واللغة جميع فالصواب أنه من المرفق إلى أطراف الأساب كما في المغرب لمطابقته للعرف أنه اطلاق الكل ويرادة البعدي ثم النحس منها موانا النحس أنه سو آخذ اللهم بأطراف اللسنان وأنه شو بالشين بالمعجم بجميع يعني آخذ اللهم بجميع اللسنان هكذا فرق بينهما وقيل لا فرق بينهما فأنه آخذ ما على العالم من اللهم بأطراف اللسنان وبه قال حدثنا محمد بن بشار رضي الله قال حدثنا أبو داود رضي الله زهير رضي الله يعني ابن محمد النبي سحق رضي الله سعيد بن عياد رضي الله بني مسعود رضي الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الزراع قال وَسُمَّ فِي الزِّرَاعِ وَكَانَ يُرَى أَنَّ اللَّهُوْدَ سَمُّوهُ حدیث بن مسعود رضي الله قال قال بن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب الزرع هذا قد سبق بالحد المالي النبي ثم قال ابن مسعود عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه قال وَسُمَّ فِي الذِّرَاعِي أن يدخل السم في لحم الذِّرَاعِي وَكَانَ يُرَى من ابن مسعود يظن أن اليهود سموه من سمى من أدخل السمى في اللحم في اليهود اليهود نعمهم سموا أدخل السمى في ذراعشات ثم قدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليس في ذراع فقط خاص بل كان في ذراع كثير ايس من هذا سم قاتل لوقته متى كان هذا في فتح خيبر ثم في ذراع قال ابن حجر رحمه الله في فتح خيبر اي جعل في سم قاتل لوقته فأكل منه صلى الله عليه وسلم لقمتا فأخبره جبريل عليه السلام بأنه مسموم فتركه ولم يضره ذلك السم الحمد لله مجزت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يرى أن اليهود سموه لأن المرأة التي سمته لم تسمه إلا بعد أن شاورت يهود خيبر في ذلك فأشاروا عليها به لماذا رأى لأن ابن مسود رضي الله أن اليهود سموه أي امرأة سمت في الذراعي ثم قدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هذا الفعل منها كان بعد مشاورتها مع يهود خيبر لذلك نسب نعم إدخال السم إلى من إلى اليهود واختاروا له ذلك السم القاتل لوقته وقد دعاها صلى الله عليه وسلم وقال لها ما هملك على ذلك دخلت السم في الطعام وقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكرا وكيدا فإذا سألها ما هملك على ذلك فقالت وقلت إن كان نبيا لم يضره السم وإلا استرحنا منه هذا الذي أرادت فإذا هي أرادت أن تميز أو أن تتعرف على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا بداوة الرسالة لا يضره السم وإلا استرحنا منه لو كان قاذبا فعفيا عنها بالنسبة لحقه فلما مات بعد أسحابه الذين أكلوا معه منها وبشرب البراء رضي الله عنه قتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا قصة لما هذه المرد يعني هي أسلمت هذا بشر بن براء تناول بشر عظم فلما ازدرد صلى الله عليه وسلم لقومة ازدرد بشر ما فيه وأكل القوم فقال صلى الله عليه وسلم يرفعوا أيديكم فإن هذه ذراعة خبيرني أنها مسمومة وفيه أن بشرا مات وأنه دفعها إلى أوليائه فقتلوها وأنه لم يعاقبها أجاب سوه بما مر أنه تركها أولا لأنه كان لا يندقم لنفسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يندقم لنفسه لذلك ثم فلما مات بشر غطلها فيه يعني قصاصا لموت بشر وإسلامها رواه سليمان التميمي في مغازيها وأنها استدلت بعدم تأثير السم فيه على أنه نبي هذا رواه سليمان التميمي في مغازيها هي أسلمت نعم فإذن إسلامها يدل على أنها كانت صادقا في دعوة يعني في دعوة سابب إدخال السم في هذا الذراعي هي كانت صادقا كذا يدل إسلامها فإلا لا تسلم نعم ثم فإذن هذه قصة مشهورة وبهي قال حدثنا محمد بن بشار رضي الله عنه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم رضي الله عنه قال حدثنا عبان بن يزيد رضي الله عنه وأن قطادت رضي الله عنه شهر بن حوش بن رضي الله عنه النبي وبيد رضي الله عنه قال وبه قال حدثنا محمد بن بشار علی الله انو قال حدثنا مسلم بن ابراهيم رضی اللہ انو قال حدثنا عبان بن یزید رضی اللہ انو قتادت رضی اللہ انو شهر بن عوشہ رضی اللہ انو نبی عبيد رضی اللہ انو قال طبخت للنبی صلی اللہ علی aière قدرا وقد كان يعجبه الزراع فناولته الزراع ثم قال ناولني الزراع فَنَاوَلْتُهُ ثُمَّ قَالَ نَابِلْنِي الزِّرَاعَةً فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَمْ لِشَّاتِ مِنْ ذِرَاعَةً فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِهِ بِيَدِهِ لَوْ سَكَتْتَ لَنَاوَلْتَنِي الزِّرَاعَةً مَا دَعُوتُوا مَاشَاءَ اللَّهِ فَإِذَنِ انْقَطَعَتَ مُعْجِزَةٌ بِسَبَبِ تعجب أبي عباد رضي الله عنه طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدراً يعني لحماً في قدري قدر يعني إنا أتبخ الطعام اللحم هكذا وَقَدْ كَانَ يُعْجِبُهُ الزِّرَاعَةً فَنَاوَلْتُهُ الزِّرَاعَةً يعني من هذا اللحم أنا أخذت الزِّرَاعَةً وأعِتَيْتُ لِنَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثم قال نَاوِلْنِي الزِّرَاعَةً فَإِذًا فناولته يعني ناولته ذراعين ناولته ذراعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ناولني ذراعين يعني هو طلب ذراعا صالحا وهنا شعط واحدة فقط له ذراعان فقط من المرفق إلى أطراف الأساطين فقلت يا رسول الله وكم للشعط من ذراعين هذا تعجب فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت ما دعوت يعني كل ما دعوت هذا ما الظرفية كم طلبت تأخذني يعني تأخذ لي كم طلبت من الذراع لو طلبت مئة من الذراع ناولتني مئة ذراع هذا كل ما دعوت للذراعي ناولتني الذراع ها ها نوهم فإذا هذة كم للشعط من ذراع هذا استفام استبعاد ناولتعج بالله انکار لا يسبب انکار ما دعوتمعناه مدة دوام طلبه مدة دوام طلبه صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه وتعالى خلق فيها ذراعا بعد ذراع معجزة وكرامة له صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وإنما منع كلامه تلك المعجزة لماذا منع قيل لأنه شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن التوجه إلى ربه بالتوجه إليه إلى جواب سواله أقول يهتمل أن سبب معارلته لتلك الكرامة برأيه مع خشونت قوله وكم ذراع ما كان ينبغي عدم إراده لما فيه من عدم تفويل عمر نبيه إلى ربه فمنعه هذا التعرض الغير اللائق من مشاهدة هذه الكرامة الجليلتي هذا التعرض ما كان غير لائق يعني هذا السوال ما كان لائق بل هينما طلبه ينبغي عليه أن يفويل أمره إلى الله وينظر لأخذ ذراعي ثم لو طلبه ينظر لأخذ ذراعي يأخذ يأخذ هكذا فإذا هذا السوال كان غير لائق لذلك منعه من مشاهدة هذه الكرامة الجليلتي لأن شهودها به نوع تشريف لمن اطلع لمن اطلع عليها فهذا التشريف لا يليق إلا بمن كملت تسليمه حتى لم يبق فيه أدناحا لن ولا إرادة ما شاء هذا مشاهدة لهذه الكرامة الجليلتي من المعجزة فيه التشريف لا يليق هذا التشريف إلا بمن كملت تسليمه ينبغي أن يكون تسليمه كاملا يتوكله كاملا حتى لم يبق فيه أدناحا لن ولا إرادة عندما تعجب كأنه قد بقي فيه شيء أدناحا لن من نفسه لماذا كان ياتعجبه الزراع لسرعة نلجها مع زيادة لينها وبعدها عن موالع الأذاء اللهم تركه أربعين يوم ساء خلقه يسوء خلقهون الله كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحم هكذا ورده وهو يزيد في السمع اللحم يزيد في السمع يعني في قوة السمع وهو سيد الطعام في الدنة والآخرة كما سبقا قال الزهري قال الإمام الزهري رحمه الله قال الشافعي رضي الله عنه أكله يزيد في العقل أكل اللهم يزيد في العقل وأن علي رضي الله أنه يصف اللون ويحسن الخلق ومن دركه أربعين يوم ساء خلقه هكذا ذكا يروى يروى أن علي رضي الله عنه ذكره باليحياء نعم ثم ونا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ سَكَتْتَ لَنَا وَلْتَنِ الزِّرَاءَ مَا دَعُتُوْ فَإِذًا مَا مَعْنَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُكْسِرُهُ القسم بهذا إذًا مَا مَعْنَى بِيَدِهِ أي بِقُوتِهِ وَقُدْرَتِهِ وَإِرَادَتِهِ يَدِهِ بِمَعْنَى القُوَّتِ وَالْقُدْرَتِ وَالْإِرَادَتِهِ هكذا شرحه ابن حجر رحمه الله ثم قال وَهَذَا مِنَّ حَدِيثِ الصِّفَاتِ وَفِيهِ الْمَذْهَبَانِ المشهورانِ الصِّفَاتِ صِّفَاتِ مُتَشَابِهَاتِ التَّيويلِ جِمَالًا وَهُوَ تَنزِيهُ اللَّهِ اللَّهَ آهِرِهَا مَعَ تَفُوِيضِ التَّفْصِيلِ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَهُوَ مَذْهَبُ السَّلَفِي ذَهَبُ السَّلَفِي أَيْ أَكْسَرُ أَكْسَرِهِمْ مَذْهَبُ أَكْسَرِ السَّلَفِي لَيْسَ جَمِيعَ السَّلَفِي وَإِلَّا فَمَعَلِكٌ وَغَيْرُهُ مِنْ أَكْابِرِهِمْ قَدْ عَوَّلَ تَفْصِيلًا حَدِيثًا نُزُولِ وَغَيْرِهِ يعني الإمام مالك رضي الله عنه هو من أكابر السلفي مع ذلك عوَّل فإذن لإخراج نعفل الإمام مالك رضي الله عنه قال التفويل مذهب أكثر السلف والتفويل تفصيلا هو مذهب الخلفي هناك إلن هذا القيد أي أكثرهم وإلا فجمؤ منهم اختاروا الأولى مثلا للإمام المحلي جلال الدين المحلي في تفسيره اختار هذا المذهب يقول الله أعلم بمراده الله أعلم بمراده هكذا نعم ثم والتفويل تفصيلا هو مذهب وإلا فجمؤ منهم اختاروا الأولى وبما قررته لما أنه لا خلاف بين الفريقين هذه نقطة مهمة جدا ليس هناك فرق بين المذهبين مذهب السلفي ومذهب الخلف ليس بينهما فرق خلاف بينهما لأنهم جميعا متفقون على التفويل متفقون على التفويل معناه متفقون على أن لاهر هذه النصوص وعمثالها ليس مرادا لاهر هذه النصوص ليس مرادا هذا اتفاق من السلف والخلف بدون استثناء وإن ثم عيناء الخلاف كيف صار مذهبين إنما اختار السلف عدم التفصيل لم يفصلوا بل أول لأنهم لم يلطروا إليه لقلة عهل البدع والأهواء في زمانهم نعم والخلف اختار الخلف التفصيل لماذا لكثرت أولئك لكثرت عهل البدع والأهواء في زمانهم والإجمال لا يغنيهم لذلك ألطروا إجمال لم يغنيهم السلف يعني أغناهم الإجمال لذلك أولئك الخلف بسبب عدم غناهم بالإجمال فالتروا فالتروا إلى التفصيل وقد زل في هذا المقام قدم جماعة من الحنابلة وغيرهم ممن كانوا أكابر أئمة زمنهم فاعفو الله به الأمر إلى التضليل الخلق نعم أعراض به ابن التيمية واتبعه نعم ومن أعوّل السلف فاتسع الخرق عليهم إلى التضليل الخلق ثم ممكن هنا خطف النعم فاتسع الخلق عليهم إلى الللو وأضلو أسأل الله العفو والعفية بالدين والدن والآخرة نعم هو نصح نعم الدرهو في المناوية ذكر هذا والذي نفسه وهذا من أهاديث الصفات والذي نفسي بيده ما معناه والذي نفسي ما معناه أي روحي أو جسدي أو هما بيده أي بقدرته وقوته وإرادته ما معناه إن شاء أبقاه وإن شاء أفناه درهو في المناوية رحمه الله بيّن ما معناه مرت النفر قال إن شاء أبقاه وإن شاء أفناه هذا معناه مراده الذي نفسي بيده يعني روحي أو جسدي أو كلاهما بقدرته وإرادته معناه إن شاء أبقاه وإن شاء أفناه هذا معناه وكان يقسم به كثيرا واللاحر أنه يريد به أن ذاته منغادت له لا يفعل إلا ما يريده وحذا منا حديث الصفات وفيهما ذهبان مشهوران ياتيويل جمالا وهو تنزيح الله تعالى عن لاهرها مع تفويل التفصيل إليه وهو مذهب أكثر السلف وتفصيلا وعليه أكثر الخلف وقد زل في هذا المقام قدم أئمة حنابلة وغيرهم كابن التيمية وغيره فاتسع الخرق عليهم فضلوا وعضلوا هو صرح باسمه ابن حجر رحمه الله لم يصرح هذا صرح وفي الحقيقة لا خلاف بين الفريقين فإنهم اتفقوا على التيويل وهذا نص عليه علي القاري رحمه الله أيضا ثم وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني رضي الله قال حدثنا يحي بن عباد رضي الله فليح بن سليمان رضي الله قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبدالوحاب ابن يحي بن عباد رضي الله عبدالله ابن الزبير رضي الله نعيشة رضي الله عنه قالت ما كان الذراع وحب لحمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد لحمه إلا غبا وكان يعجل إليها لأنها عجلها نلجا فإذا كان يحب الذراع لماذا لأنه عجل نلجا يكون نذيجا أكثر نلجا يكون لينا هكذا لذلك وإلا كما سيتي كان يحب اللحم اللهر كذلك كان يحب اللحم الرقبة وهكذا وردنا وإذن هذا اللهر رقبة ذراع كلها بعيد عن موالع إلا ذا نعم ثم فإذن ما معنى قولها ما كان ذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إت مطلقا ما كان أحب اللحم إليه الذراع مطلقا بل لسبب كان يحبه وبه قال حدثنا محمود بن غيلانا رضي الله قال حدثنا أحمد أبو أحمد رضي الله قال حدثنا مسعر رضي الله قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبدالله بن جعفر رضي الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إِنَّا طِيَبَ اللَّحْمِ اللَّحْمُ اللَّهْرِي نعم فَهَذَا إِلًا لِبُعُدِهِ أَنْ مَوَالِعِ لَذَا وَبِهِ قَالَ حَدثنا سُفِيَانُ بِنِ وَكِيوًا رضي الله قال حدثنا زيد بن الحباب رضي الله رضي الله بن المؤملي رضي الله رضي الله بن أبي مليكة رضي الله رضي الله رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل نعم سبق هذا الحديث وَسَبَقَ وَعَنَاهُ وَإِذَا نعم ليسى هذه المحبة الدواني مدحو الخل ليسى على الاتلاقي بل هينما زاء على الإدام ما وجد إلا الخل ومدحه نعم أحسن منه العسل واللبن واللحم كما ذكرنا وبهي قال حدثنا أبو كري بن محمد بن العلاء رضي الله قال حدثنا أبو بكر بن عياش رضي الله عنه صحابت بن صحابت النبي حمزة الثومالي رضي الله عنه وان الشعب رضي الله عنه النمي رضي الله عنه قالت داخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيندك شيء فقلت لا إلا خبز يابس وخل فقال هاتي ما أقفر بيت من أدوم فيه خل ما أقفر يعني لا يكون خاليا ما أقفر يعني لا يوكل الخبز بلا بلا إدام معناه ما خلا من الإدام ولا عدم آهله اللدام ما أقفر يعني ما عدم آهله بيت اللدام لو كان فيه خل يعني خل يكفي إدام والقفار الطعام بلا أدوم فأقفر فأقفر الرجل إذا أكل الخبز وحده هكذا من القفر هكذا القفار هي آرل خالية لا ماء بها أقفر الرجل من ناهله إذا انفرد والمكان أقفر المكان من سكانه إذا خلا فإذا لا يخلو خبزه من إدام لا يحتاج إلى أن يأكل الخبز بدون إدام لو كان في بيت في بيته الخل اللہ إن شاء الله باقي بعدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحمن مَا الْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّدْرِ